بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نكمل مع مقرر Thermodynamics and Fluid Mechanics الدرس الثالث First and Second Law of Thermodynamics المحاضرة الثانية من هذا الدرس كنا قد عرضنا بالحصة الماضية تطبيق القانون الأول للديناميك الحرارية بالنسبة لClosed System وكنا قد شفنا هذا أو طلعنا عليه لما درسنا Chapter 1 فهذه الحصة إن شاء الله بش نحاول إني أيضا نطبق القانون الأول الديناميك الحرارية لكن هنا لما يكون عندي Opened System أو Control Volume Conservation of Mass Principles The net mass transfer to or from a control volume or open system During a time interval ΔT is equal to the net change increase or decrease in the total mass within the control volume during ΔT يعني هنا بصوفة موجزة Net change of mass within the control volume during ΔT يعني التبادل الكتلة مع Control Volume أو Open System يساوي مجموعة الكتلة التي تدخل للنظام أو النظام المفتوح خلال مدة زمنية ناقص نطرح منه أيضا مجموعة الكتلة التي تخرج من النظام خلال نفس هذه المدة الزمنية فهذا يعطيني net change أو التغير بالنسبة للكتلة لهذا النظام فهنا mass in minus mass out is equal variation of mass in control volume هنا ممكن بما أني نحكي على rate time فيمكن إضافة هنا نقسم على delta T فتصبح لي كلها m dot أو time rate of mass فإذا هنا variation of delta mass control volume is equal final mass minus initial mass is equal mass at state 2 minus mass in state 1 Also زي ما قلنا الآن أنه هذا أيضا يمكن كتابته على time rate it can also express in rate form as time rate of mass entering mass minus time rate of mass living is equal variation of mass in this control volume at this time dt بالطبع هنا قلنا المass in mass out هو H هنا mass flow rate into and out of the control volume يعني مجموعة الكتلة التي تدخل ما ينس مجموعة الكتلة التي تخرج خلال المدة الزمنية تطبيق القانون أو الديناميك الحرية يزمني أول أو قبل هذا أني نعرف mass and volume flow rate The amount of mass flowing through a cross section per unit time is called mass flow rate and denoted by m dot that means what? m dot is equal density phi ايش هنا شباب؟ velocity في الاريا فهنا بالطبع زي ما قلنا الدنسيتي هي حقة ايش وحدتها هي الكيلوغرام بير متر كيوب velocity or the average velocity of mass flow rate بالطبع هنا كيلوغرام بير متر كيوب هنا متر بير ساكند and area الوحدة حقتها هي ايش شباب؟ هي متر مربع فهنا تصبح لي الوحدة زي ما نشوف كيلوغرام على متر مكعب في متر على سكند في متر سكوير متر مكعب في المتر تقسيم متر مكعب تروح تبقى لي إذن الوحدة هي ايش شباب؟ كيلوغرام بير سكند وهي الوحدة اللي نشوفوا فاها هنا v-dot is the volume flow rate thus the mass and volume flow rate is related by by what؟ by m-dot is equal density في v-dot لكن هنا تعريف v-dot اللي نشوفو موجود فوق v-dot هو يساوي الvelocity في ايش شباب؟ في الarea أو في الcontrol volume area فعندي علاقة هنا بين الvolume flow rate and mass flow rate m-dot يساوي ال-density في ال-v-dot و هنا ننتبه انو ال-v هذه نقصد بها ايش شباب نقصد بها ال-volume flow rate و ال-v هذه نقصد بها ايش شباب نقصد بها ال-velocity فننتبه هنا من سياق استعمال نفس الحرف نزم لي نعرف الحرف هذا يرمز الى ماذا هنا نكون خلصت المحاضرة هذه ان شاء الله جميع المعلومات اللي شفناها الحين سنحاول ان نستعملها اتباعا في الفرسلو افتار مدانميكس بالنسبة لأوبند سيستم السلام عليكم ورحمة الله موسيقى